بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله أصحاب السعادة الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدنا أن نرحب بكم في هذا الملتقى الحواري الذي ينظمه برنامج دبي لداء الحكومي المتميز بعنوان دبي مدينة صديقة للأشخاص ذوي لعقب ونود أن نشكر الأخوة والأخوات القائمين على البرامج على هذه الاستضافة وتخصيص ملتقى معرفي كامل لهذا الموضوع الهام والموضوع ذو الأولوية فقد تم إطلاق مبادرة مجتمعي مكان للجميع من قبل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي لعقب بشكل كامل ومتكامل بحلول العام 2020 كما ذكر الأخ أبو عبد العزيز سعادة المدير العام للهيئة المجتمع وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حق أشخاص ذوي لعاقة يسعدنا أن نؤكد بأنها نالت تأييداً من كافة أفراد المجتمع وحظيت برعاية شاملة من قبل عدد من الجهات والأفراد وما هذا إلا دليل على مدى الوعي المجتمعي بأهمية دور الأشخاص ذوي لعاقة أفراد سواسية معقرانهم من أفراد المجتمع للمساهمة في بناء والعطاء لهذه الدولة المعطاءة وتحت مظلة اللجنة العليا تم إطلاق استراتيجة دبي للعاقة 2020 والتي ترتكز على خمسة محاول رئيسة وهي كالتالي أولاً الصحة الدامية وإعادة التأهيل وفي هذا المحور ومن خلال الكشف المبكر وتدخل المبكر لحالات الإعاقة وإعداد وتقديم برامج التأهيل وعادة التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي وبناء على التحليل الوظيفية الدقيق لكل حالنا على حدة كما ونسعى على خلق نظام رعاية صحية شاملة تقدم رعاية صحية متميزة لجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي لعاقة ثانياً محور التعليم الدامج والذي يهدف إلى تهيات جميع الظروف والمتطلبات لضمان الدمج الفاعل وأنا هنا أضع خطين تحت الفاعل الأشخاص ذوي لعاقة في المنظومة التعليمية بكافة مستوياتها المختلفة في إمارات دبي المحور الثالث هو محور التوظيف الدامج وهذا المحور يعني بتمكين ذوي لعاقة بتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في الحالة الاقتصادية وسوق العمل وفتح الفرص الاستثمارية أمامهم من خلال وضع سياسات وتشريعات وتشجيع ممارسات محفزة لمثل هذا الأمر رابعاً محور البيئة المؤهلة حيث لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي والشامل ما لم تكن البيئة العمرانية بما فيها من مباني ومرافق ووسائل التنقل وكذلك البيئة المعلوماتية مهيئة وخالية من العوائق وتسمح بوصول واستخدام الأشخاص دوي لعاقة لها بسهولة ويسر وباستقلالية تامة وهذا ما نصبه إلى تحقيقه على كامل الرقعة الجغرافية لإمارة دبي ممكن سمعته نحن نشير إلى مدينة دبي حقيقة المعني هنا إمارة دبي برمتها حتى ما نغفر مناطق أخرى مثل حتى والهباب ومناطق الريفية الأخرى المحور الخامس في الاستراتيجية هي محور الحماية الاجتماعية ويهدف هذا المحور إلى حماية الأشخاص دوي لعاقة من الإهمال والاستغلال والإساءة من خلال تطوير وتطبيق تشريعات والإجراءات الإدارية والمؤسسية المناسبة لذلك فمنذ إطلاق الاستراتيجية وتشكيل فرق العمل نجد تكاتفاً وتعاوناً كبيرين من الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لتحقيق الأهداف المنشودة مثل مشروع البيئة المؤهلة الذي تم من خلاله إعداد أول دليل شامل للمعايير القياسية أو ما يعرف بالكود للبيئة المؤهلة في إمارة دبي إضافة إلى استراتيجية شاملة لتحقيق ذلك ونحن الآن بانتظار الإقرار النهائي لهذا الكود أو هذا الدليل الشامل المعايير القياسية وكذلك الاستراتيجية لنبدأ رحلة التحول من هنا ذلك هناك مشروع تأهيل وإعادة تقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة لمؤسسات حكومة دبي لتكون سهلة الوصول من قبل الأشخاص ذوي لعاقة حيث انتهت حكومة دبي الذكية من الدورة الثالثة للتقييم وتمت موفاة الجهات كافة بنتائج التقييم وتوصيات التحسين على أن تكون جميع المواقع الإلكترونية وتطبيقات الذكية من نهاية العام 2017 مؤهلة وسهلة للوصول وفق أعلى المعايير العالمية كذلك إضافة فئة جهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي لعاقة الجائزة الدبي للأداء الحكومي المتميز حيث أحدثت هذه الإضافة قفزة في تفاعل الجهات وأسرعت من عملية تأهيل الكثير من المرافق والخدمات علماً أن هذه الفئة مستمرة في الجائزة من خلال تطبيق الجيل الرابع ونحن سعيدين لذلك كما أنه قبل أسبوعين عقدنا ورشة عمل موسعة ورئيسة تم خلالها اطلاع على آخر مستجاز سير العمل لتنفيذ الاستراتيجية التي شرفنا بحضورها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة واطلع على المشاريع المنجزة والتحديات التي تواجه المشاريع والمبادرات قيد الإنجاز وقد شكر سموه فريق العمل على جهودهم وصرح بأنه لدينا وقت قصير لتأدية واجبنا تجاه ذوي لعاقة لتوفير سبل العيش الكريم الذي يضمن استقلالهم أو استقلاليتهم في المجتمع وأقول للجميع لنشهذ الهمم أكثر ليكون مجتمع دبي مكاناً للجميع وسأشرف بنفسي لتحقيق ذلك هذه كلمة سمو الشيخ منصور وهذه رسالة واضحة من سموه بأنه علينا كمؤسسات حكومية وصناع قرار في هذه المؤسسات وجميع الموظفين العمل بجد لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة بجعل مدينة دبي وإمارة دبي فعلياً صديقة لدوي لعاقة بحلول العام 2020 فما نراه اليوم على الأغلب بأن العمل المؤسسي قائم على تقديم خدمات لدوي لعاقة سواء في مجال التوظيف أو الرعاية الاجتماعية أو الدمج في المنظومة التعليمية أو بناء المرافق العامة وغيرها من الخدمات من منظور إنساني أو خيري وغالباً ما تكون مقترنة بنظرة الشفقة ولكن وأكرر هنا بأن جميع الجهود مشكورة ما يجب أن نطمح له هو تغيير الثقافة السائدة سواء كانت مؤسسية أو مجتمعية فنحن لا نقدم خدمات إنسانية لدوي لعاقة وإنما نحن ملزمين بأن نؤدي واجباً بإعطائهم حقوقهم لمارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي ومستقل وأضع خطين تحت كلمة مستقل وبدون مساعدة من أحد قدر الإمكان ضمن أضيق الحدود فهناك العديد من النماذج لأشخاص لديهم بعض الإعاقات التي لم تمنعهم بأن يمارسوا حياتهم بل أن يتميزوا في حياتهم بشكل مستقل مضمون الفيلم طبعاً كان فيه نماذج ناجحة لأشخاص مصنفين من دوي لعاقة ولكن حقيقة إنجازاتهم الحياتية ما هم يعني سوبر هيروز ولكن ناجحين في حياتهم ناجح تام بغض النظر عن هذه الإعاقات طبعاً هناك نماذج كثيرة لقصص أشخاص من دوي لعاقة لم تمنعهم معاقتهم مثل ما قلنا سواء تعرضوا لهذه الإعاقة مع ولادتهم أو من خلال المراحل المختلفة من حياتهم أوداً أختم هنا بأنه من خلال تقرير نبض دبي لخطة دبي 2021 قد أعلننا مسبقاً بأن 65% من سكان إمارة دبي يعتقدون بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم فعلاً مدمجون في الحياة العامة ولكن نريد بتكاتف الجميع وسعي الجميع بأن نحقق الهدف المطلوب وهو تحقيق 90% بحلو العام 2020 فنحن وحكومة دبي حكومة فريدة من نوعها بتمييزها في العمل الحكومي وريادتها في تقديم الخدمات وحكومة مستشرفة للمستقبل كما تطلع عليه باقي حكومات العالم نريد أيضاً أن نكون سباقين في جعل إمارة دبي مدينة للجميع فهي موطن لأفراد ملؤهم الفخر والسعادة وبانتماهم إليها في ظل مجتمع متلاحم يقوم على مبادئ العيش المشترك ينظر الأفراد كشخصهم وقدراتهم بعيداً عن عيقاتهم شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً